إذن مشاهدين هذه المشاهد هي مشاهد ما أطلق عليه الفلسطينيون كمين بشائر النصر ويتم في هذا الكمين استهداف رتل من الآليات الإسرائيلية تحديدا في الأجزاء الشرقية من محافظة رفح إذن هو مقطع فيديو يوثق استهداف المقاتلين الفلسطينيين رتل من الآليات الإسرائيلية شرق رفح جنوب قطاع غزة هذه العملية أطلق عليها اسم كمين بشائر النصر واضح أنه تم توزيع المهام على ثلاث مجموعات وأظهرت المشاهد أحد المقاتلين وهو يشرح تفاصيل تنفيذ العملية في المنطقة وفي مكان تتمركز فيه قوات الاحتلال الإسرائيلية تضمنت المشاهد خطوط تقدم إمداد قوات الجيش الإسرائيلي على شارع معبر رفح وباتجاه شرق منطقة التنور أظهر هذا المقطع عملية رصد الآليات الإسرائيلية لمنطقة الكمين وأيضا أظهر استهداف دبابة من نوع ميركذا وتضمنت المشاهد أيضا استهداف جرافة بشكل مباشر وبالتأكيد مشاهدين الكرام أظهر المقطع قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي كما هو واضح بإجلاء جنوده من المنطقة المستهدفة كانت الفصائل الفلسطينية والمقاتلين الفلسطينيين أعلنوا عن إيقاع آليات عسكرية إسرائيلية في كمين محكم معد مسبقا في شرق رفح نتحدث في هذه العملية عن استهداف دبابة ميركذا وثلاث جرافات عسكرية ونتحدث أيضا عن دبابتين من نوع ميركذا أثناء مرورهما على مفترق جورج الشرقي بمدينة رفح وتمت إصابة هذه الآليات بشكل مباشر الذي يلفت الانتباه أن هذه العملية تأتي رغم مرور أكثر أو قريب العام على التصعيد العسكري في قطاع غزة ولا يزال الجيش الإسرائيلي يتعرض لخسائر كبيرة وغير متوقعة في الميدان هذه العملية تأتي رغم تصريحات رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو بأن المعركة قد حسمت لصالح إسرائيل وقد ركز على رفح وذكر أنه تم تطهير رفح لكن هذه المشاهد والوقائع على الأرض تظهر أن الجيش الإسرائيلي يواجه تحديات متزايدة ويؤكد هذا أن المقاتل الفلسطيني يستمر في تطوير استراتيجيات قتالية وتنفيذ عمليات معقدة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي إحدى أبرز الظواهر التي برزت خلال هذه الحرب هي الكمائن المعقدة التي تنصبها الفصائل الفلسطينية هذه الكمائن ليست مجرد استراتيجيات قديمة بل أصبحت اليوم أكثر تطورا وفعالية بفضل الابتكار المستمر في استخدام الموارد المحدودة داخل غزة وقد تمكنت الفصائل من إعادة تدوير مخلفات الاحتلال وتحويلها إلى أدوات فعالة لشن مثل هذه الهجمات المعقدة ضد الجنود الإسرائيليين هذه الكمائن وهذا الكمين استهدف جرافات إسرائيلية ودبابات إسرائيلية وبالتأكيد أتى بنتائج صادمة على الإسرائيليين رغم أن الجيش يعتمد على تفوق تكنولوجي طائرات الاستطلاع موجودة في الميدان وأصواتها تسمع وهو يريد أن يتحدث عن التفوق في ساحة المعركة لكن هذه العمليات والمشاهد كما يقول المراقبين التي تنفذها الفصائل الفلسطينية تثبت اليوم قدرتهم على مواجهة الإسرائيليين في محاور التقدم والاستفادة من المخلفات الحربية وتحويلها إلى أدوات هجومية وهذا ما يؤثر على الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر وهذا يعمل على إنهاك القوات الإسرائيلية هذه العمليات المتكررة وهذا الكمين كمين بشائر النصر والذي تم فيه استهداف هذه الآليات الإسرائيلية بهذه الطريقة التي رأيناها تؤدي إلى استنزاف قدرات الجيش الإسرائيلي على المدى الطويل ويصبح الحفاظ على الروح المعنوية للجنود تحديا كبيرا وهذه العمليات تفاجئ الجيش وتجعله في موقف دفاعي رغم ادعائه بأنه المسيطر على الأرض عموما الخسائر غير متوقعة ومنذ بداية هذا التصعيد يتعرض الجيش الإسرائيلي لخسائر جسيمة لم تكن في حسبان القادة العسكريين هؤلاء الجنود الذين يستهدفون في هذه الكماء الخسائر المادية الناجمة عن تدمير الآليات العسكرية والمعدات وتزداد كلفة هذه الحرب بالنسبة لإسرائيل وما يفاقم الوضع هو أن هذه العمليات وهذه الكماء والخسائر تأتي في وقت يعتقد فيه قادة إسرائيل أنهم قد تمكنوا من تحقيق السيطرة التامة على غزة وقد رأينا ادعاء نتنياهو بأن المعركة قد حسمت لصالحه وهذا الادعاء يبدو اليوم غير واقعي في ظل استمرار الفصائل الفلسطينية في تنفيذ هذه العمليات الدقيقة والمنظمة والتي تجعل من الصعب على الجيش الإسرائيلي فرض أي سيطرة فعلية على الأرض واليوم الفلسطيني لا يكتفي فقط بالدفاع بل يسعى أيضا لتنفيذ عمليات هجومية وتحقيق انتصارات نوعية تزيد من الضغط على إسرائيل وتحرج القيادة السياسية والعسكرية من المؤشرات المهمة التي تبرز مع كل توثيق جديد ومع كل مشاهد جديدة تنشر هي قدرة الفلسطيني على استخدام مخلفات الاحتلال وتحويلها إلى أدوات قتال فعالة كما رأينا وهذه المواد تجمع من بقايا المعارك ومن الغارات الإسرائيلية وبقاياها بالإضافة إلى القطع المحطمة من المعدات العسكرية وتتحول إلى أدوات فعالة تستخدم في كماء جديدة وهذا التطور في استغلال الموارد المحلية يعكس الإبداع التي يتمتع به الفلسطيني في ظل الحصار القاسي والموارد المحدودة وبالتأكيد مشاهدين إعادة تدوير هذه المخلفات العسكرية يعتبر خطوة ذكية ولولا هذه الخطوة لما تمكن الفلسطينيين من تنفيذ مثل هذه الكماء خاصة أن الفلسطينيين ليس لديهم أي خط إمداد ولا يعتمدون على الدعم الخارجي ولذلك هم يبتكرون حلولا اليوم من المخلفات التي يتركها الاحتلال خلفه وهذا يجعل من الصعب على إسرائيل توقع أو تحييد هذه الكماء هذا النوع كما يقول المتابعين والمراقبين من الابتكار يعزز من صمود الفلسطينيين في ظل المشهد الحالي الخسائر التي تتكبدها إسرائيل في هذه الحرب سواء كانت بشرية أو مادية تعكس كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية فشلا أوسع في تحقيق الأهداف المعلنة من قبل نيتنياهو ما كان يعتقد بأنه عملية حسم سريعة وسيطرة قد تحول الآن إلى معركة استنزاف طويل الأمد وهذه الكماء المتواصلة والهجمات النوعية تظهر أن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن بعد من تحقيق أي انتصار حقيقي على الأرض وهذا الفشل أيضا يعكس ضعف التخطيط الإسرائيلي وعدم القدرة على فهم طبيعة الفلسطينيين الذين أثبتوا قدرتهم وهم يخرجون فوق الأرض وطائرات الاستطلاع من فوقهم عكس قدرتهم على التكيف والتطوير وتعزيز قوتهم بالإمكانيات المتاحة وبالتأكيد كل هذا يعتبر فشل يضاف إلى سجل الفشل للجيش الإسرائيلي الذي يدير معركة في قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر